بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لإذن كفير نواصل قراءة تفسير سورة البقرة من قوله تعالى فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزار التقوى واتقون يا أولي الألباب وقوله فمن فرض فيهن الحج أي أوجب بإحرامه حجا فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه قال ابن جريل أجمعوا على أن المراد من الفرض هاهنا الإنجاب والإلزام وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فمن فرض فيهن الحج يقول من أحرم بحج أو عمره وقال عطاء الفرض الإحرام وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم وقال ابن جريل أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض قال ابن أبي حات وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل ابن حيان نحو ذلك وقال طاووس والقاسم ابن محمد هو التلبية وقوله فلا رفث أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك وكذلك التكلم به بحضرة النساء قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم قال ابن وهب وأخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب مثله قال ابن جرير وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن رجل عن أبي العالية الرياح عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم وهو يقول وهن يمشين بناها ميسا إن تصدق الطير ننكل ميسا قال أبو العالية فقلت تكلم بالرفث وأنت محرم قال إنما الرفث ما قيل عند النساء ورواه الأعمش عن زياد بن حصي عن أبي العالية عن ابن عباس فذكره وقال ابن جرير أيضا حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن عوف حدثني زياد بن حصي حدثني أبي حصي ابن قيس قال أصعدت مع ابن عباس في الحج وكنت خليلا له فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز ويقول وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننكل ميسا قال فقلت أترفث وأنت محرم فقال إنما الرفث ما قيل عند النساء وقال عبد الله بن طاوس عن أبيه سألت ابن عباس عن قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق قال الرفث التعريض بذكر الجناع وهي العرابة في كلام العرب وهو أدنى الرفث وقال عطاء بن أبي رباح الرفث الجناع وما دونه من قول الفحش وكذا قال عمر بن دينار وقال عطاء كانوا يكرهون العرابة وهو التعريض وهو محرم وقال طاوس هو أن يقول للمرأة إذا حللت أصدتك وكذا قال أبو العالية وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرفث غشيان النساء والقبلة والغمز وأن تعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك وقال ابن عباس أيضا وابن عمر الرفث غشيان النساء وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية عن عطاء ومكحول وعطاء الخراسان وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسد ومالك بن أنس ومقافر بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم وقوله ولا فسوق قال مقسم وغير واحد عن ابن عباس هي المعاصي وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والزهري والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراسان ومقاتل بن حيان وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيدا أو غيرا وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم وقال آخرون الفسوق ها هنا السباب قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي وإبراهيم النخعي والحسن وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله قف ولهذا رواه ها هنا الحبر أبو محمد ابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله قف وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ومن حديث أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبيه وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الفسوق ها هنا الذبح للأصنام قال الله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به وقال الضحاك الفسوق التنابز بالألقاب والذين قالوا الفسوق ها هنا هو جميع المعاصي الصواب معهم كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيا عنه إلا أنه في الأشهر الحرم آكد ولهذا قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم واختار ابن جرير أن الفسوق ها هنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وقلم الأصفار ونحو ذلك كما تقدم عن ابن عمر وما ذكرناه أو لا والله أعلم وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقوله ولا جدال في الحج فيه قولان أحدهما ولا مجادلة في وقت الحج في مناسكه وقد بينه الله أتم بيام ووضحه أكمل إيضاح كما قال وكيع عن العلا ابن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول ولا جدال في الحج قد بيّن الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ولا جدال في الحج قال لا شهر ينسأ ولا جدال في الحج قد تبين ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصمعون في النسيء الذي ذمهم الله به وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد في قوله ولا جدال في الحج قال قد استقام الحج فلا جدال فيه وكذا قال السدي وقال هشام أخضرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس ولا جدال في الحج قال المراء في الحج وقال عبد الله بن وهر قال مالك قال الله تعالى ولا جدال في الحج فالجدال في الحج والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب فهذا فيما نرى والله أعلم وقال ابن وهر عن عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك وقال ابن وهب عن أبي صخر عن محمد بن كعب قال كانت قريش إذا اجتمعت بمن قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم وقال هؤلاء حجنا أتم من حجكم وقال حماد بن سلمة عن جبير بن حبيب عن القاسم بن محمد أنه قال الجدال في الحج أن يقول بعضهم الحج غدا ويقول بعضهم الحج اليوم وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج والله أعلم والقول الثاني أن المراد بالجدال هاهنا المخاصمة قال ابن جريد حدثنا عبد الحميد بن حسان حدثنا إسحاق عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود في قوله ولا جدال في الحج قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه وبهذا الإثناد إلى أبي إسحاق عن التميني سألت ابن عباس عن الجدال قال المراء تماري صاحبك حتى تغضبه وكذا روى مقسم والضحاك عن ابن عباس وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراسان ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمر بن دينار والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا جدال في الحج المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك فنهى الله عن ذلك وقال وقال إبراهيم النخعي ولا جدال في الحج قال كانوا يكرهون الجدال وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الجدال في الحج السباب والمنازعة وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن ابن عمر كان يقول الجدال في الحج السباب والمراء والقصومات وقال ابن أبي حاتم وروري عن ابن الزبير والحسن وإبراهيم وطاوس ومحمد بن كعب قالوا الجدال المراء وقال عبد الله بن المبارك عن يحيى بن بشير عن عكرمة ولا جدال في الحج والجدال الغضب أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه فلا بأس عليك إن شاء الله قلت ولو ضربه لكان جائزا سائغا والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه فاطلع وليس معه بعيره فقال أين بعيره فقال أضللته البارحة فقال أبو بكر بعير واحد تضله فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث ابن إسحاق ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال من تمام الحج ضرب الجمال ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك والله أعلم وقد قال الإمام عبد ابن حميد في مسنده حدثنا عبيد الله ابن موسى عن موسى ابن عبيدة عن أخيه عبد الله ابن عبيد الله عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة وقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال العوفي عن ابن عباس كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة يقولون نحج بيت الله ولا يطعمنا فقال الله تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقر حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن عكرمة أن ناسا كانوا يحجون بغير زاد فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وكذا رواه ابن جرير عن عمر وهو الفلاس عن ابن عيينة قال ابن أبي حاتم وقد روا هذا الحديث وارقاء عن عمر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال وما يرويه عن ابن عيينة أصح قلت قد رواه النسائي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس كان ناس يحجون بغير زاد فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وأما حديث ورقاء فأخرجه البخاري عن يحيى بن بشر عن شبابة وأخرجه أبو داود عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي ومحمد بن عبد الله المخزومي عن شبابة عن ورقاء عن عمر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن شبابه ورواه بن حبان في صحيحه من حديث شبابة به وروا بن جرير وابن مردويه من حديث عمر بن عبد الغفار عن نافع عن ابن عمر قال كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زابا آخر فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاب التقوى فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعكة وكذا قال ابن الزبير وأب العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وعطاء الخراسان وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقال سعيد بن جبير فتزودوا الدقيق والسويق والكعكة وقال وكيع بن الجراح في تفسيره حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير وتزودوا قال الخش كنانج والسويق وقال وكيع أيضا حدثنا إبراهيم المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر وزاد فيه حماد بن سلمة عن أبي ريحان أن ابن عمر كان يشترط على من صحبه الجودة وقوله فإن خير الزاد التقوى لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها كما قال وريشا ولباس التقوى ذلك خير لما ذكر اللباس الحسية نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى وذكر أنه خير من هذا وأنفع قال عطاء من خراسان في قوله فإن خير الزاد التقوى يعني زاد الآخرة وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا عبدان حدثنا هشام بن عمار حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة وقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه الآية وتزودوا قام رجل من فقراء المسلمين فقال يا رسول الله ما نجد ما نتزوده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزود ما تكف به وجهك عن الناس وخير ما تزودتم التقوى رواه ابن أبي حاتم وقوله واتقوني يا أولي الألباب يقول واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين قال البخاري حدثنا محمد أخبرني ابن عيينة عن عمر عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد ابن منصور وغير واحد عن سفيان ابن عيينة به ولبعضهم فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية وكذا رواه ابن جريج عن عمر ابن دينار عن ابن عباس قال كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ ومجنة وذو المجاز فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه الآية وروا أبو داود وغيره من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج يقولون أيام ذكر فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقال ابن جريل حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشام أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج وقال علي بن أبي طلح عن ابن عباس في هذه الآية لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده وهكذا رضى العوف عن ابن عباس وقال وكيع حدثنا طلحة بن عمر الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج وقال عبد الرحمن عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد سمعت ابن الزبير يقرأ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج وهكذا فسرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس وغيرهم وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبة عن أبي أميمة قال سمعت ابن عمر سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة فقرأ ابن عمر ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وهذا موقوف وهو قوي جيد وقد روي مرفوعا قال أحمد حدثنا أصباط حدثنا الحسن بن عمر الفقيم عن أبي عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إنا نكرى فهل لنا من حج قال أليس تطوفون بالبيت وتأتون بالمعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم قال قلنا بلى فقال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجب حتى نزل عليه جبرائيل بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم حجاج وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني تميم قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا قوم نقرى ويزعمون أنه ليس لنا حج قال ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون كما يرمون قال بلى قال فأنت حاج ثم قال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألت عنه فنزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق به وهكذا روا هذا الحديث أبو حذيفة عن الثوري مرفوعا وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعا فقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن ابن عرفة حدثنا عباد ابن العوام عن العلاء ابن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إنا أناس نقرى في هذا الوجه إلى مكة وإن أناس يزعمون أنه لا حج لنا فهل ترى لنا حج قال ألست تحرمون وتطوفون بالبيت وتقضون المناسك قال قلت بلى قال فأنتم حجاج ثم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألت فلم يدر ما يعود عليه أو قال فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فدعا الرجل فتلاها عليه وقال أنتم حجاج وكذا رواه مسعود بن سع وعبد الواحد بن زياد وشريك القاضي عن العلاء بن المسيب به مرفوعا وقال بن جرير حدثني طليق بن محمد الواسط حدثنا أصبار هو بن محمد أخبرنا الحسن بن عمر وهو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إنا قوم نقرى فهل لما من حج فقال أليس تطوفون بالبيت وتأتون بالمعرف وترمون الجمارة وتحلقون رؤوسكم قلنا بلى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يدر ما يقول له حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم حجاج من فضلك تابع بقية المادة الوجه الثاني يبدأ حالا وقال ابن جرير حدثني أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا غندر عن عبد الرحمن بن المهاجر عن أبي صالح المولى عمر قال قلت يا أمير المؤمنين كنتم تتجرون في الحج قال وهل كانت معايشهم إلا في الحج وقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إنما صرف عرفات وإن كان علما على مؤنث لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف اختاره ابن جرير وعرفة موضع الوقوف في الحج وهي عمدة أفعال الحج ولهذا روى روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن الثور عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات ثلاثا فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفج فقد أدرك وأيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس وقال لتأخذوا عني مناسككم وقال في هذا الحديث فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وهذا مذهب نالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة واحتجوا بحديث الشعبي عن عروة ابن مدرس ابن حارثة ابن لام الطائ قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي ثم قيل إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق أخبرني ابن جريج قال قال ابن المسيب قال علي ابن أبي طالب بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فحج به حتى إذا أتى عرفة قال عرفت وكان قد أتاها مرة قبل ذلك فلذلك سميت عرفة وقال ابن المبارك عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء قال إنما سميت عرفة أن جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول عرفت عرفت فسميت عرفات وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمر وأبي مجلز فالله أعلم وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى وإلال على وزن هلال ويقال للجبل في وسطها جبل الرحمة قال أبو طالب في قصيدته المشهورة وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا له إلالة إلى تلك الشراج القوابلي وقال ابن أبي حاتم حدثنا حماد بن الحسن ابن عيينة حدثنا أبو عامر عن زمعة هو ابن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس ورواه ابن مردويه من حديث زمعة بن صالح وزاد ثم وقف بالمزدلفة وصل الفجر بغلس حتى إذا أصفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع وهذا أحسن الإسناد وقال ابن جريج عن نحمد بن قيس عن المسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال أما بعد فإن هذا اليوم الحج الأكبر ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها وإننا ندفع بعد أن تغيب الشمس وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا هدي أهل الشرك هكذا رواه ابن مردويه وهذا لفظه والحاكم في مستدركه كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي عن عبد الوارث بن سعيد عن ابن جريج وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع وقال وكيع عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن المعرور بن سويد قال رأيت عمر رضي الله عنه حين دفع من عرفته كأني أنظر إليه رجل أصلع على بعير له يوضع وهو يقول إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلم قال فيه فلم يزل واقفاً يعني بعرفة حتى غربت الشمس وبدت الصفرة قليلاً حتى غاب القرس وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اتجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدع الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حتى أصفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص والعنق هو انبساط السير والنص فوقه وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إلي عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهي جمع الصلاتين جميعاً وقال أبو إسحاق السبيعي عن عمر بن ميمون سألت عبد الله بن عمر عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال أين السائل عن المشعر الحرام هذا المشعر الحرام وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال قال ابن عمر المشعر الحرام المزدلفة كلها وقال هشام عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام قال فقال هذا الجبل وما حوله وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن المغيرة عن إبراهيم قال رآهم ابن عمر يزدحمون على قزح فقال على ما يزدحم هؤلاء كل ما هاهنا مشعر ورويا عن ابن عباس وسعيد ابن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي والربيع ابن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا هو ما بين الجبلين وقال ابن جريج قلت لعطاء أين المزدلفة قال إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك إلى محصر قال وليس المأزمان مأزما عرفة من المزدلفة ولكن مفضاهما قال فقف بينهما إن شئت قال وأحب أن تقف دون قزح هلما إلينا من أجل طريق الناس قلت والمشاعر هي المعالم الظاهرة وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم وهل الوقوف بها ركم في الحج لا يصح إلا به كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مدرس أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذا والله أعلم وقال عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفت كلها موقف وارفعوا عن عرنة وجمع كلها موقف إلا محصرا هذا حديث مرسل وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثنا سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن بطن محصر وكل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح وهذا أيضا منقطع فإن سليمان بن موسى هذا وهو الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم ولكن رواه الوليد بن مسلم وسويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان فقال الوليد عن جبير بن مطعم عن أبيه وقال سويد عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره والله أعلم وقوله واذكروه كما هداكم تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه من الهداية إبراهيم الخليل عليه السلام ولهذا قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين قيل من قبل هذا الهد وقبل القرآن وقبل الرسول والكل متقارب ومتلازم وصحيح ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور الرحيم ثم هاهنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها إلا قريشا فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحلم ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن حازم حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وسائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله من حيث أفاض الناس وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمر عن مجاهد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مواقف قلت إن هذا من الحمس ما شأنه هاهنا أخرجاه في الصحيحين ثم رواه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة هاهنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منا لرمي الجمار فالله أعلم وحكاه ابن جرير عن الضحاك ابن مزاح فقط قال والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام وفي رواية عند الإمام قال ابن جرير ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح وقوله واستغفر الله إن الله غفور الرحيم كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين وقد روى ابن جريب هاهنا حديث ابن عباس ابن مرداس السلمي في استغفاره صلى الله عليه وسلم لأمته عشية عرفة وقد أوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة وأورد ابن مردويه هاهنا الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم والأحاديث في الاستغفار كثيرة فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها وقوله كذكركم آباءكم اختلفوا في معناه فقال ابن جريج عن عطاء هو كقول الصبي أبه أمه يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا قال ابن أبي حاتم وروى السدي عن أنس بن مالك وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح في أحد قوليه وسعيد بن جبير وعكرمة في أحد رواياته ومجاهد والسدي وعطاء الخراسان والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب ومقاتل بن حيان نحو ذلك وهكذا حكاه بن جرير عن جماعة والله أعلم والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل ولهذا كان انتصاب قوله أو أشد ذكرا على التمييز تقديره كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وأوها هنا لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة وقوله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فكان قاب قوسين أو أدنى فليست هاهنا للشك قطعا وإنما هي لتحقيق المقبر عنه كذلك أو أزيد منه ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض عن أخراه فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب ولا حظ وتضمن هذا الذم التنفير عن التشبه بمن هو كذلك قال سعيد بن جبيت عن ابن عباس كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا فأنزل الله فيهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فأنزل الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ولهذا مدح من يسأله الدنيا والأخرى فقال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هي وثناء جميل إلى غير ذلك مما اجتملت عليه عبارات المفسرين ولا منافاة بينها فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام وقال القاسم أبو عبد الرحمن من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء فقال البخاري حدثنا معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز ابن صهيب قال سأل قتادة أنسا أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه ورواه مسلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام ابن شداد يعني أبا طالوت قال كنت عند أنس بن نالك فقال له ثابت إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قال يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيام فادعوا الله لهم فقال أتريدون أن أشقق لكم الأمور إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله وقال أحمد أيضا حدثنا محمد ابن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقك أو لا تستطيعك فهل لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال فدع الله فشفاه انفرد بإخراجه مسلم فرواه من حديث ابن أبي عدي به وقال الإمام الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب أنه شمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين رقم بني جمح والرقم الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك وروا ابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك وفي سنده ضعف والله أعلم وقال ابن مردوي حدثنا عبد الباقي أخبرنا أحمد بن القاسم ابن مساور حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد الله بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت على الرقم إلا رأيت عليه ملكا يقول آمين فإذا مررتم عليه فقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو زكريا العنبري حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الأعمش عن مستن البطين عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم أفيجزي ذلك فقال أنت من الذين قال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يصر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تسير سورة البقرة لبنكتي وذكر الله في أيام معدودات فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تخترون قال ابن عباس الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العسل وقال عكرمة واتقوا الله في أيام المعدودات يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات الله أكبر الله أكبر وقال الإمام أحمد حبثنا وكيع حبثنا موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفك ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أسل وترد وقال أحمد أيضا حبثنا هسام أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيسة الهذني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وسرب وذكر الله ورواه مسلم أيضا وتقدم حديث زبير بن مطعم عرفة كلها موقف وأيام التشريق كلها ذفع وتقدم أيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديل وأيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إسم عليه ومن تأخر فلا إسم عليه وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم قال حدثنا هسام عن عمر بن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام طعم وذكر الله وحدثنا خالد بن أسلم حدثنا روح حدثنا صالح حدثني بن سهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذاء يطوف في منا لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أصل وصرب وبكر الله عز وجل وحدثنا يعقوب حدثنا هسام عن سفيانا بن حسين عن الظهري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال إن هذه أيام أصل وصرب وذكر الله إلا من كان عليه صوم من هدي زيادة حسنة ولكن مرسلة وبي قال هسام عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عمر بيدينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بسر بن سحين فنادى في أيام التشريق فقال إن هذه أيام أكل وصرب وذكر الله وقال هسيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائسة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق قال وهي أيام أكل وصرب وذكر الله وقال محمد بن إسحاق عن حسين بن حسين عن مسعود بن الحكم الزرك عن أمه قالت لكأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على شعب الأنصار وهو يقول يا أيها الناس إنها ليست بأيام سيام إنما هي أيام أكل وصرب وذكر الله وقال مقسم عن ابن عباس الأيام المعبودات أيام التشريق أربعة أيام يوم النح وثلاثة بعده ورئي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي نيسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد ابن زبير وأبي مالك وإبراهيم النخعيم ويحيى بن أبي كثير والحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع ابن أنس والضحاة ومقاتل ابن حيان وعطائن الحراسان ومالك ابن أنس وغيرهم مثل ذلك وقال علي بن أبي طالب هي ثلاثة يوم النح ويوما بعده اذبح في أيهن سئسة وأفضلها أولها والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فدل على ثلاثة بعد النح ويتعلق بقوله يذكر الله في أيام معدودات ذكر الله على الأضاح وقد تقدم أن الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله وهو أن وقت الأطحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفه إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو آخر النفر الآخر وقد جاء فيه حبيث رواه الدار قطني ولكن لا يصح مرفوعا والله أعلم وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منا تكبيرا ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقالين والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون كما قال وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإث فحسبه جهنم ولذئس النهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد قال السدي نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك وعن ابن عباس أنها نزلت في نثر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم فأنزل الله في ذنب المنافقين ومتحق بيب وأصحابه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وقيل بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد وهو الصحيح وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني الليث بن سع عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن القرضي عن نوف وهو البكالي وكان ممن يقرأ الكتب قال إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل قوم يحتالون على الدنيا بالدين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر يلبسون للناس مسوك الضأ وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله تعالى فعلي يشترئون وبي يغترون حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران وقال القرضي تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون فوجدتها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه الآية وحدثني محمد بن أبي معشر أخبرني أبو معشر نجيح قال سمعت سعيدا المقبر يذاكر محمد بن كعب القرضي فقال سعيد إن في بعض الكتب إن عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر لبسوا للناس مسوك الضأن من الليل يشترئون الدنيا بالدين قال الله تعالى علي تشترئون وبي تغترون وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران فقال محمد بن كعب هذا في كتاب الله فقال سعيد وأين هو من كتاب الله قال قول الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا الآية فقال سعيد قد عرفت في من أنزلت هذه الآية فقال محمد بن كعب إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد وهذا الذي قاله القرضي حسن صحيح وأما قوله ويشهد الله على ما في قلبه فقرأه ابن محيص ويشهد الله بفتح الياء وضم الجلالة على ما في قلبه ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم الحيل لكن الله يعلم من قلبه القبيح كقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقراءة الجمهور بضم ياء ونصب الجلالة ويشهد الله على ما في قلبه ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الآية هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقيل معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق لنسانه وهذا المعنى صحيح وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره بن جرير وعزاه إلى ابن عباس وحكاه عن مجاهد والله أعلم وقوله وهو ألد الخصام الألد في اللغة الأعوج وتنذر به قوما لدى أي عوجا وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه بل يفتري ويفجر كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذا وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وقال البخاري حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصر قال وقال عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصر وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر في قوله وهو ألد الخصام عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصر وقوله وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد أي هو أعوج المقال سيء الفعال فذلك قوله وهذا فعله كلامه كذب واعتقاده فاسب وأفعاله قبيحة والسعي هاهنا هو القصر كما قال إخبارا عن فرعوت ثم أجبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم جمعة فاسعوا إلى ذكر الله أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرف وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما وقال مجاهد إذا سعى في الأرض إفسادا منع الله القطر فهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك وقوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإث أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب بالإث أي بسبب ما اجتمل عليه من الآثام وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك من نار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير ولهذا قال في هذه الآية فحسبه جهنم ولبئس المهاد أي هي كافيته عقوبة في ذلك وقوله ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله قال ابن عباس وأنس وسعيد ابن المسيد وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة نزلت في صهيب ابن سنان الرومي وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الآية فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له ربح البيع فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وماذاك فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع صهيب قال ابن مردوي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة حدثنا سليمان بن داود حدثنا جعف بن سليمان الضبي حدثنا عوف عن أبي عثمان النهدي عن صهيب قال لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك والله لا يكون ذلك أبدا فقلت لهم أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني قالوا نعم فدفعت إليهم مالي فخلوا عني فخرشت حتى قدمت المدينة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب ربح صهيب مرتين وقال حماد بن سلم عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وأنفل وأنفل ما في كنانته ثم قال يا معشر قريش قد علمتم أني من أرماكم رجلا وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي قالوا نعم فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البي قال ونزلت ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي ذا يعتم به وذلك هو الفوز العظيم ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما وتلوا هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وطاوس والضحاة وإكرمة وقتابة والسدي وابن زيد في قوله ادخلوا في السل يعني الإسلام وقال الضحاك عن ابن عباس وأبو العالية والربيع ابن أنس ادخلوا في السل يعني الطاعة وقال قتادة أيضا الموادعة وقوله كافة قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والربيع ابن أنس والسدي ومقاتل ابن حيان وقتادة والضحاك جميعا وقال مجاهد أيعملوا بجنيع الأعمال ووذوه البر وزعم عكرمة أنها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وفعلبة وطائفة وطائفة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يسبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلا فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها وفي ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر إذ يبعد أن يستأذن في الإقامة السبت وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عنه بأعياد الإسلام ومن المفسرين من يجعل قوله كافة حالا من الداخلين أي ادخلوا في الإسلام كلكم والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها كما قال ابن أبي حاتم أخبرنا علي بن الحسين أخبرنا أحمد بن الصباح أخبرني الهيثم ابن يمان حدثنا إسماعيل ابن زكريا حدثني محمد ابن عون عن عكرمة عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السن كافة كذا قرأها بالنصب يعني مؤمني أهل الكتاب فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم فقال الله ادخلوا في السن كافة يقول ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها وقوله ولا تتبعوا قطوات الشيطان أي اعملوا بالطاعات واشتنبوا ما يأمركم به الشيطان فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ولهذا قال إنه لكم عدو مبين قال مطرف أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان وقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس عزيز في نقمته حكيم في أمره وقال محمد بن إسحاق العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء الحكيم في عذره وحجته إلى عباده هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين فيجزى كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولهذا قال تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور كما قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض ذكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جريد ها هنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم وفيه أن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإذا جاءوا إليه قال أنا لها أنا لها فيذهب فيسجد لله تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة وينزل حملة العرش والكروبيون قال وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة ولهم زجل من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح سبحان رب الأعلى سبحان بالسلطان والعظمة سبحانه سبحانه أبدا أبدا وقد أورد الحافظ أرد ها هنا أحاديثا فيها غرابة أعلم فمنها ما رواه من حديث من هال بن عمر عن أبي عبيدة بن عبد الله بن نيسرة عن مسروق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو بكر ابن عطاء ابن مقدم حدثنا معتمر ابن سليمان سمعت عبد الجليل القيسية يحدث عن عبد الله ابن عمر هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية قال يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب منها النور والظلمة والماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا انخلع له القلوب من فضلك تابع بقية المادة قال وحدثنا أبي حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد قال سألت زهيرة ابن محمد عن قول الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام قال ظلل من الغمام منظوم من الياقوت مكلل بالجوهر والزبرجد وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في ظلل من الغمام قال هو غير السحاب ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل فيتيههم حين نأتاه وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يقول والملائكة يجيؤون في ظلم من الغمام والله تعالى يجيء فيما يشاء وهي في بعض القراءات هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلم من الغمام وهي كقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ومزل الملائكة تنزيلا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى من آية بينة أي حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به كيده وعصاه وضربه الحجر وما كان من الغمام عليهم في شدة الحر ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالة على وجود الفاعل المختار من جرت هذه الخوارق على يديه ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب كما قال تعالى إخبارا عن كفار قريش ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال وغنعوها عن نصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم وبذلوه ابتغاء وجه الله فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين ولهذا قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة كما جاء في الحديث ابن آدم أنفق أنفق عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وفي الصحيح أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا وفي الصحيح يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال ابن جريب حدثنا محمد ابن بشار حدثنا أبو داود أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين قال وكذلك هي في قراءة عبد الله كان الناس أمة واحدة فاختلفوا ورواه الحاكم في مستدركه من حديث بندار عن محمد ابن بشار ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وكذا روى أبو جعفر الرازي عن أبي العالية عن أبي بن كع أنه كان يقرأها كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله كان الناس أمة واحدة قال كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا فبعث الله النبيين فكان أول من بعث نوحا وهكذا قال مجاهد كما قال ابن عباس أولا وقال العوفي عن ابن عباس كان الناس أمة واحدة يقول كانوا كفارا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنا لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ولهذا قال تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم أي من بعد ما قامت الحجج عليهم وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الآية قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدان الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدان الله له فالناس لنا فيه تبع فغدا لليهود وبعد غد للنصارى ثم رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فاختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السكت والنصارى يوم الأحد فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرقة واليهود بيت المقدس فهدى الله أمة محمد للقبلة واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا يركع ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنهم من يصلي وهو يمشي فهذا الله أمة محمد للحق من ذلك واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم بعض النهار ومنهم من يصوم عن بعض الطعام فهذا الله أمة محمد للحق من ذلك واختلفوا في إبراهيم عليه السلام فقالت اليهود كان يهودية وقالت النصارى كان نصرانية وجعله الله حنيفا مسلما فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك واختلفوا في عيسى عليه السلام فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بغتانا عظيمة وجعلته النصارى إلها وولدا وجعله الله روحه وكلمته فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك وقال الربيع بن أنس في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم قد بلهوهم وأنهم قد كذبوا رسلهم وفي قراءة أبي بن كعب وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكان أبو العالية يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن وقوله بإذنه أي بعلمه بهم وبما هداهم له قاله ابن جرير والله يهدي من يشاء أي من خلقه إلى صراط مستقيم أي وله الحكمة والحجة البالغة وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبريلا وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وفي الدعاء المأثور اللهم أرن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرن الباطل باطلا وارزقنا اشتنابه ولا تجعلهم التبسا علينا فأضل واجعلنا للمتقين إماما أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يقول تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم ولهذا قال ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب قال ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمدان والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل ابن حيان البأساء الفقر والضراء السق وزلزلوا خوفوا من الأعداء زلزالا شديدا وامتحنوا امتحانا عظيما كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فقال إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه ثم قال والله ليتمنا الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون وقال الله تعالى ألف لام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم الأحزاب كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعبنا الله ورسوله إلا غرورا الآيات ولما سأله رقل أبا سفيان هل قاتلتموا قال نعم قال فكيف كان الحرب بينكم قال سجالا يدال علينا وندال عليه قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة وقوله مثل الذين خلوا من قبلكم أي سنتهم كما قال تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين وقوله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب كما قال فإن مع العصر يسرا إن مع العصر يسرا وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها ولهذا قال ألا إن نصر الله قريب وفي حديث أبي رزيل عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه فينظر إليهم قلطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب الحديث يسألون كماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم قال مقاتل بن حيان هذه الآية في نفقة التطوع وقال السدي مسختها الزكاة وفيه نظر ومعنى الآية يسألونك كيف ينفقون قاله ابن عباس ومجاهد فبين لهم تعالى ذلك فقال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أي اصرفوها في هذه الوجوه كما جاء الحديث أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أبناك أبناك وتلى ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال هذه مواضع نفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان ثم قال تعالى وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يَعْلَمُوا وَسَيَجْزِيْكُمْ عَلَى ذَلِكَ أوفر الجزاء فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام وقال الزهري الجهاد واجب على كل أحد غزى أو قعد فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين وإذا استغيث أن يغيث وإذا استنفر أن ينفر وإن لم يحتج إليه قعد قلت ولهذا ثبت في الصحيح من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات نيتة جاهلية وقال عليه السلام يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقوله وهو كرب لكم أي شديد عليكم ومشقة وهو كذلك فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء ثم قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهذا عام في الأمور كلها قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم ثم قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم وأخبروا بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي حدثني الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة ابن الجراح فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسه فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقال لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب فرجع رجلان وبقي بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جماد فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كفير واصل قراءة تفسير قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكانوا سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان السلم وحليف لبني نوفل وسهيل بن بيضاء وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله اليربوع حليف لعمر بن الخطاب وكتب لابن جحش كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن نخلة فلما نزل بطن نخلة فتح الكتاب فإذا فيه أنسر حتى تنزل بطن نخلة فقال لأصحابه من كان يريد الموت فليمضي واليوصي فإنني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة أضلى راحلة لهما فتخلفا يطلبانها وسار بن جحش إلى بطن نخلة فإذا هو بالحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وانفلت وقتل عمر قتله واقد بن عبد الله فكانت أولى غنيمة غنمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا إلى المدينة بأسيرين وما أصابوا من المال أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين عليه المشركون وقالوا إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب فقال المسلمون إنما قتلناه في جمادة وقتل في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادة وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب وأنزل الله يعير أهل مكة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير لا يحل وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب وإخراجوا أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحاب أكبر من القتل عند الله وقال العوفي عن ابن عباس يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وذلك أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه عن المسجد في شهر حرام قال ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل فعاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في شهر حرام فقال الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله من القتال فيه وأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث سرية فلقوا عمر بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادة وأول ليلة من رجل وأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادة وكانت أول رجب ولم يشعروا فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه وأن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك فقال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والشرك أشد منه وهكذا روى أبو سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في سرية عبد الله بن جحش وقتل عمر بن الحضرني وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزل فيما كان من مصاب عمر بن الحضرني يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إلى آخر الآية وقال عبد الملك بن هشام راوي السيرة عن زياد بن عبد الله البكاء عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني رحمه الله في كتاب السيرة له أنه قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ابن رباب الأسد في رجب مقفله من بدر الأولى وبعث معه ثمانية رحط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فينظي كما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ومن حلفائهم عبد الله بن جحش وهو أمير القوم وعكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم ومن بني نوفل ابن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم ومن بني زهرة ابن كلاب سعد بن أبي وقاص ومن بني كعب عدي بن عامر ابن ربيعة حليف لهم من غير ابن وائل وواقد بن عبد الله ابن عبد مناف ابن عرص ابن ثعلبة ابن يربوع أحد بني تميم حليف لهم وخالد ابن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف لهم ومن بني الحارث ابن فهد سهيل بن بيضاء فلما سار عبد الله ابن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فإذا فيه إذا نظرت في كتاب في هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم فلما نظر عبد الله ابن جحش الكتاب قال سمعا وطاعة ثم قال لأصحابه قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر وقد نهاني أن أستكرها أحدا منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له نجران أضل سعد بن أبي وقاص وعطبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يتعقبانه فتخلفا عليه في طلبه ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة فمرت به عير لقريش تحمل زيتا وأدما وتجارة من تجارة قريش فيها عمر بن الحضرمي واسم الحضرمي عبد الله بن عباد أحد الصدف وعثمان بن عبد الله بن المغيرة واخوه نوفر بن عبد الله المخزوميان والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه فلما رأوه أمنوا وقالوا عمار لا بأس عليكم منهم وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من رجب فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمر بن الحضرمي بسهم فقتله واستؤسر عثنان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال ابن إسحاق وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنن الخمس وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه قال ابن إسحاق فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان وقالت اليهود تفائلوا بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله عمر عمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب وواقد بن عبد الله وقدت الحرب فجعل الله عليهم ذلك لا لهم فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم والفتنة أكبر من القتل أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه فذلك أكبر عند الله من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين قال ابن إسحاق فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشدة قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العير والأسيرين وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان فإنا نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبكم فقدم سعد وعتبة ففداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونه شهيدا وأما عثمان بن عبد الله فلاحق بمكة فمات بها كافرا قال ابن إسحاق فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كان حين نزل القرآن طمعوا في الأجر فقالوا يا رسول الله أن أطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين فأنزل الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يردون رحمة الله والله غفور رحيم فوضع الله من ذلك على أعظم الرجاء قال ابن إسحاق والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن رومان عن عروة وقد روى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قريبا من هذا السياق وروا موسى بن عقبة عن الزهري نفسه نحو ذلك وروا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير نحوا من هذا أيضا وفيه فكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقالوا أيحل القتال في الشهر الحرام فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام الآية وقد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر للبيهقي في كتاب دلائل النبوة ثم قال ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق وقد ذكر عن بعض آل عبد الله أن عبد الله قسم الفيء بين أهله فجعل أربعة أخماسه لمن أفاءه وخمسا إلى الله ورسوله فوقع على ما كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العير قال ابن هشام وهي أول غنيمة غنمها المسلمون وعمر بن الحضرمي أول من قتل المسلمون وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون قال ابن إسحاق فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن جحش ويقال بل عبد الله بن جحش قالها حين قالت قريش قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال وأسروا فيه الرجال قال ابن هشام هي لعبد الله بن جحش تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لألا يرى الله في البيت ساجد فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقب الحرب واقد دمًا وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القيد عائد يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافية فنزلت هذه الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافية فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافية فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا انتهينا وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة واسمه عمر بن شرحبيل الهمداني الكوفي عن عمر وليس له عنه سواه لكن قد قال أبو زرعة لم يسمع منه والله أعلم وقال علي بن المديني هذا إسناد صالح صحيح وصححه الترمذي وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا إنها تذهب المال وتذهب العقل وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضا عند قوله في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآيات فقوله يسألونك عن الخمر والميسر أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه كل ما خامر العقل كما سيأتي بيانه في سورة المائدة وكذا الميسر وهو القمار وقوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس أما إثمهما فهو في الدين وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهام ولذة الشدة المطربة التي فيها كما قال حسان بن ثابت في جاهليته ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء وكذا بيعها والانتفاع بثمنها وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين ولهذا قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات ولم تكن مصرحة بل معرضة ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافية حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى وبه الثقة قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إن هذه أول آية نزلت في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ثم نزلت الآية التي في سورة النساء ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت الخمر وقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قرئ بالنصب وبالراث وكلاهما حسن متجه قريب قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيا أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين من أموالنا فأنزل الله ويسألونك ماذا ينفقون وقال الحكم عن نقسم عن ابن عباس ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال ما يفضل عن أهلك وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراسان والربيع بن أنس وغير واحد أنهم قالوا في قوله قول العرف يعني الفضل وعن طاووس اليسير من كل شيء وعن الربيع أيضا أفضل مالك وأطيبه والكل يرجع إلى الفضل وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا هوذة بن خليفة عن عوف عن الحسن في الآية يسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال ذلك ألا يجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس ويدل على ذلك ما رواه بن جرير حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال فأنت أبصر وقد رواه مسلم في صحيح وأخرجه مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنم واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وفي الحديث أيضا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس وقاله عطاء الخراسان والسد وقيل مبينة بآية الزكاة قاله مجاهد وغيره وهو أوجه وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافس حدثنا أبو أسامة عن الصعق التميمي قال شهدت الحسنة وقرأ هذه الآية من البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة قال هي والله لمن تفكر فيها لا يعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء ولا يعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء وهكذا قال قتابة وابن جريج وغيرهما من فضلك تابع بقية المادة وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لتعلم فضل الآخرة على الدنيا وفي رواية عن قتادة فآثر الآخرة على الأولى وقول ويسألونك عن اليتام وما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم الآية قال ابن جرير حدثنا سفيان ابن وكيع حدثنا جرير عن عطاء ابن السائب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تقرب مال اليتيم إلا بالله هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن عطاء بن السائب به وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وكذا رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن مسعود بمثله وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف قال وكيع ابن الجراح حدثنا هشام صاحب الدستواء عن حماد عن إبراهيم قال قالت عائشة رضي الله عنها إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي فقوله قل إصلاح لهم خير أي على حدة وإن تخالطوهم فإخوانكم أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم لأنهم إخوانكم في الدين ولهذا قال والله يعلم المفسد من المصلح أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح وقوله ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن بل جوز الأكل منه للفقير بالمعروف إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله وبه الثقة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوج المشركات من عبدة الأوثان ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكهول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان ولم يرد أهل الكتاب بالكلية والمعنى قريب من الأول والله أعلم فأما ما رواه بن جرير حدثني عبيد بن آدم ابن أبي إياس العسقلاني حدثنا أبي حدثنا عبد الحميد ابن بهرام الفزار حدثنا شهر بن حوشب قال سمعت عبد الله بن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير الإسلام قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقد نكح طلحة ابن عبد الله يهودية ونكح حذيفة ابن اليمان نصرانية فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هم أن يصطو عليهما فقال نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب فقال لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن ولكني أنتزعهن منكم صغرة قمئة فهو حديث غريب جدا وهذا الأثر غريب عن عمر أيضا قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزئيج الكتابيات وإنما كره عمر ذلك لألا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني كما حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس حدثنا الصلت ابن بهرام عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر خل سبيلها فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها فقال لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاط المؤمنات منهن وهذا إسناد صحيح وروا الخلال عن محمد بن إسماعيل عن وكيع عن الصلت نحوه وقال ابن جرير حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروق حدثنا محمد بن بشر حدثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال قال عمر بن الخطاب المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة قال وهذا أصح إسنادا من الأول ثم قال وقد حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه كذا قال ابن جرير رحمه الله وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب وتأول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وقال البخاري وقال ابن عمر لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى وقال أبو بكر للخلال الحنبلي حدثنا محمد بن هارون حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا وأخبرني محمد بن علي حدثنا صالح بن أحمد أنهما سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبا عن قول الله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام وقول ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم قال السدي نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهما فقال له ما هي قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال يا أبا عبد الله هذه مؤمنة فقال والذي بعثك بالحق لا أعتقها ولا أتزوجنها ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمته وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم فأنزل الله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وقال عبد بن حميد حدثنا جعفر بن عون حدثنا عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن وانكحوهن على الدين فلأمة سوداء جرداء ذات دين أفضل والإفريقي ضعيف وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك ولمسلم عن جابر مثله وله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا أي لا تزوج الرجال المشركين النساء المؤمنات كما قال تعالى لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم ثم قال تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أي ولا رجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا أولئك يدعون إلى النار أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة وعاقبة ذلك وخيمة والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه ويبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطر حتى فرغا من الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما رواه مسلم من حديث حماذ بن زيد ابن سلمة فقوله فاعتزل النساء في المحيض يعني الفرج لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدى الفرج قال أبو داود أيضا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا وقال أبو داود أيضا حدثنا الشعبي حدثنا عبد الله يعني ابن عمر ابن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة ابن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت إحدى ما تحيد وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فرضى إلى مسجده قال أبو داود تعني مسجد بيتها فمن صرف حتى غلبتني عيني فأوجعه البرد فقال أدني مني فقلت إني حائض فقال اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام صلى الله عليه وسلم وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أن مسروقا ركب إلى عائشة فقال السلام على النبي وعلى أهله فقالت عائشة مرحبا مرحبا فأذنوا له فدخر فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني فقال ما للرجل من امرأته وهي حائض فقالت له كل شيء إلا فرجها ورواه أيضا عن حميد بن مسعدة عن يزيدا بن زريع عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصفر عن مسروق قال قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت كل شيء إلا الجماع وهذا قول بن عباس ومجاهب والحسن وعكرمة وروا بن جرير أيضا عن أبي كريب عن ابن أبي زائدة عن حجاج عن ميمون بن مهران عن عائشة قالت له ما فوق الإزار قلت ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن وفي الصحيح عنها قالت كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن جابر بن صبح سمعت خلاسا الهجري قال سمعت عائشة تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد وأنا حائض طامث فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده وإن أصابه يعني ثوبه شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه فأما ما رواه أبو داود حدثنا سعيد بن الجبار حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن أب اليمان عن أم ذرة عن عائشة أنها قال كنت إذا حطت نزلت عن المثال على الحصير فلم تقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تدن منه حتى تطهر فهو محمول على التنزه والاحتياط وقال آخرون إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائط وهذا لفظ البخاري ولهما عن عائشة نحوه وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث العلاء عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصار أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائط قال ما فوق الإزار ولأبي داود أيضا عن معاذ بن جبل قال سألت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائط قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل وهو رواية عن عائشة كما تقدم وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منها وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو حرام لألا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه وهو المباشرة في الفرج ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا فيه قولان أحدهما نعم لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائط يتصدق بدينار أو نصف دينار وفي لفظ للترمذي إذا كان دمًا أحمر فدينار وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار وللإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارًا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك بل يستغفر الله عز وجل لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر تفسير لقوله فاعتزل النساء في المحيض ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجود ومفهومه حله إذا انقطع قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فيما أملاه في الطاعة وقوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث الآية الطهر يدل على أن يقربها فلما قالت ميمونة وعائشة كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاره دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وليس له في ذلك مستند لأن هذا أمر بعد الحظر وفيه أقوال لعلماء الأصول منهم من يقول إنه على الوجوب كالمطلق وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم ومنهم من يقول إنه للإباحة ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب وفيه نظر والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد عليه الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي فإن كان واجبا فواجب كقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين أو مباحا فمباح كقوله وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وعلى هذا القول تجتمع الأدلة وقد حكاه الغزالي وغيره فاختاره بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيح وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل والله أعلم وقال ابن عباس حتى يطهر أي من الدم فإذا تطهرن أي بالماء وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل ابن حيان والليث ابن سعد وغيرهم وقوله من حيث أمركم الله قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس فأتوهن من حيث أمركم الله يقول في الفرج ولا تعدوه إلى غيره فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى وقال ابن عباس ومجاهد ومجاهد وعكرمة من حيث أمركم الله أي أن تعتزلوهن وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد فأتوهن من حيث أمركم الله يعني ظاهرات غير حيض ولهذا قال إن الله يحب التوابين أي من الذنب وإن تكرر غشيانه ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الأقذار والأذى وهو ما نهو عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتة من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير وقول نساؤكم حرث لكم قال ابن عباس الحرث موضع الولد فأتوا حرثكم أنا شئتم أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد كما ثبتت بذلك الأحاديث قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكذر قال سمعت جابرا قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم ورواه مسلم وأبو داود من حديث سفيان الثوري به وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وحد أخبرني نالك ابن أنس وابن ذريج وسفيان ابن سعيد الثوري أن محمد ابن المنكذر حدثهم أن جابر ابن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم قال ابن جريج في الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج وفي حديث بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشير عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر قال حرثك ائت حرثك أن ناشئ غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت الحديث رواه أحمد وأهل السنن حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن عامر ابن يحيى عن عبد الله ابن حنش عن عبد الله ابن عباس قال أتى ناس من حمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشياء فقال له رجل إني أجب النساء فكيف ترا في فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم ورواه الإمام أحمد حدثنا يحيى ابن غيلان حدثنا رشدين حدثنا الحسن ابن ثوبان عن عامر ابن يحيى المغافري عن حنش عن ابن عباس قال أنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتها على كل حال إذا كان في الفرج حديث آخر قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث حدثنا أحمد بن داود ابن موسى حدثنا يعقوب بن كاسب حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سع عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخضري أن رجلا أصاب امرأة في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك فأنزل الله نساؤكم حرث لكم الآية ورواه ابن جرير عن يونس عن يعقوب ورواه الحافظ أبو يعلى الموصل عن الحارث بن شريح عن عبد الله بن نافع به حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبيد الله بن عثمان بن خيثم عن عبد الله بن سابط قال دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت إني لسائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك قالت فلا تستحي يا ابن أخي قال عن إتيان النساء في أدبارهم قالت حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا يجبون النساء وكانت اليهود تقول إنه من أجب امرأته كان ولده أحوى فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فأجبوهن فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لم تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحت الأنصارية أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فسألته أم سلمة فقال ادعي الأنصارية فدعتها فتلى عليها هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم سماما واحدا ورواه الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيانة عن أبي خيثم به وقال حسن قلت وقد روي من طريق حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن ابن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة أم المؤمنين أن امرأة أتتها فقال إن زوجي يأتيني مجبية ومستقبلة فكرهته فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا كان في صنام واحد حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر عن سعير بن جبير عن ابن عباس قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال من الذي أهلكك قال حولت رحل بارحة قال فلم يرد عليه شيئا قال فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن حسن بن موسى الأشيب به وقال حسن غريب وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا الحارث بن شريح حدثنا عبد الله بن نافع حدثنا هشام بن سع عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال أثفر رجل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أثفر فلان امرأته فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم قال أبو داود حدثنا عبد العزيز بن يحيا أبو الأصبغ قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال إن ابن عمر قال والله يغفر له أوهما وإنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون كثيرا من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أسطر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرى ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم أمرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاشتنبني فسرى أمرهما فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد تفرد به أبو داود ويشهد له بالصحة ما تقدم له من الأحاديث ولا سيما رواية أم سلم فإنها مشابهة لهذا السياق وقد روا هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق عن أبانا بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها حتى انتهيت إلى هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم فقال ابن عباس إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهم فغكر القصة بتمام سياقها وقول ابن عباس إن ابن عمر والله يغفر له أوهم كأنه يشير إلى ما رواه البخاري حدثنا إسحاق حدثنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عنه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال أتدري فيما أنزلت قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى وعن عبد الصمد قال حدثني أبي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أن ناشئتم قال أن يأتيها فيه هكذا رواه البخاري وقد تطرد به من هذا الوجه وقال ابن جريل حدثني يعقوب حدثنا ابن عليا حدثنا ابن عون عن نافع قال قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم فقال ابن عمر أتدري فيما نزلت قلت لا قال نزلت في اتيان النساء في أدبارهم وحدثني أبو قلابة حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أما شئتم قال في الدبر وروي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ولا يصح وروى النسائي عن نحمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أبي بكر ابن أبي أويس عن سليمان بن بنان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم قال أبو حاتم الرازي لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمر لما أولع الناس بنافع وهذا تعليل منه لهذا الحديث وقد رواه عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عمر فذكره وهذا الحديث محمول على ما تقدم وهو أنه يأتيها في قبولها من دبرها لما رواه النسائي عن علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى عن الفضل بن فضالة عبد الله بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن أب النظر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى بن عمر إنه قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهم قال كذبوا علي ولكن سأحدثك كيف كان الأمر إن ابن عمر عرض المصحف يوم وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية قلت لا قال إنا كنا معشر قريش نجب النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنا وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وهذا إسناد صحيح وقد رواه ابن مردويه عن الطبران عن الحسين بن إسحاق عن زكري بن يحيى الكاتب العمري عن مفضر بن فضال عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة فذكره وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحة وأنه لا يباه ولا يحل كما سيأتي وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه فقال الحسن بن عرف حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكذر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا إن الله لا يستحي من الحق لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا حدثنا سفيان عن عبد بن شداد عن خزينة بن ثابت أما رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في ذبرها ضريق أخرى قال أحمد حدثنا يعقوب سمعت أبي يحدث عن يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد أن عبيد الله بن الحصين الوالي حدثه أن عبد الله الواقف حدثه أن خزيمة بن ثابت الخطمي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهم ورواه النسائي وابن ماجة من طرق عن خزيمة بن ثابت وفي إسناده اختلاف كثير حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي والنسائي حدثنا أبو سعيد من الأشج حدثنا أبو خالد من الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه ابن حزم أيضا ولكن رواه النسائي أيضا عن هناد عن وكيع عن الضحاك به موقوفا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رجلا سأل ابن عباس عن اتيان المرأة في دبرها قال تسألني عن الكفر إسناده صحيح وكذا رواه النسائي من طريق ابن المبارك عن معمر به نحوه وقال عبد أيضا في تفسيره حدثنا إبراهيم ابن الحاكم عن أبيه عن عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وقال كنت آتي أهلي في دبرها وسمعت قول الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم فظمنت أن ذلك لي حلال فقال يا لكع إنما قوله فأتوا حرثكم أن ناشئتم قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهم لا تعدوا ذلك إلى غيره حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن عمر بن شعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى وقال عبد الله بن أحمد حدثني هدبة حدثنا همام قال سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال قتادة أخبرنا عمر بن شعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي اللوطية الصغرى قال قتادة وحدثني عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال وهل يفعل ذلك إلا كافر وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر بن العاص قوله وهذا أصح والله أعلم وكذلك رواه عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عن حميد الأعرج عن عمر بن شعيد عن أبيه عن عبد الله بن عمر موقوف من قوله طريق أخرى قال جعفر الفرياب حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول ادخلوا النار مع الداخلين الفاعل والمفعول به وانناكح يده وناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها وجامع بين المرأة وابنتها وزاني بحليلة جاره ومؤذي جاره حتى يلعنه ابن لهيعة وشيخه ضعيفان حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهم فإن الله لا يستحي من الحق وأخرجه أحمد أيضا عن أبي معاوية وأبي عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضا عن عاصم الأحول به وفيه زيادة وقال هو حديث حسن ومن الناس من يوند هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل والصحيح أنه علي بن طلق حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه وقال أحمد أيضا حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة يرفعه قال لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها وكذا رواه بن ماجة من طريق سهيل وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها وهكذا رواه أبو داود والنسائي من طريق وكيع به طريق أخرى قال الحافظ أبو نعيم الأصبهان أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريام حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي حدثنا هناد ومحمد بن إسماعين والنفظ له قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها ليس هذا الحديث هكذا في سنن النساء وإنما الذي فيه عن سهيل عن الحارث بن مخلد كما تقدم قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهب ورواية أحمد بن القاسم ابن الزيان هذا الحديث بهذا السند وهم منه وقد ضعفوه طريق أخرى رواها مسلم ابن خالد الزنج عن العلا ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى النساء في أدبارهم ومسلم ابن خالد فيه كلام والله أعلم طريق أخرى رواها الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلم عن حكيم الأفرم عن أبي تميمة الهجين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد وقال الترمذي ضعف البخاري هذا الحديث والذي قاله البخاري في حكيم الترمذي عن أبي تميمة لا يتابع على حديثه طريق أخرى قال النسائي حدثنا عثمان بن عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه عن عبد الملك بن محمد الصنعاني عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن تفرد به النسائي من هذا الوجه قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد فإنما سمعه بعد الاختلاق وقد رواه الترمذي عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك فأما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا انتهى كلامه وقد أجاد وأحسن الانتقاد إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة عن الكناني وهو ثقة ولكن تكلم فيه دحيم وأبو حاتب وابن حبان وقال لا يجوز الاحتجاج به والله أعلم وقد تابعه زيد بن يحيا ابن عبيد عن سعيد ابن عبد العزيز وروي من طريقين آخرين عن أبي سلم ولا يصح منها شيء طريق أخرى قال النسائي حدثنا إسحاق ابن منصور حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة قال اتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر ثم رواه عن بندار عن عبد الرحمن به قال من أتى امرأة في دبرها وتلك كفر هكذا رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفة وكذا رواه من طريق علي بن ندينة عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفة ورواه بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر والموقوف أصح وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة وتركه آخرون من فضلك تابع بقية المادة حديث آخر قال قال محمد بن أبان البلخ حدثنا وكيع حدثني زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه وعن عمر بن دينار عن عبد الله بن يزيد بن الهاد قال قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهم وقد رواه النسائي حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقان عن عثمان ابن اليمان عن زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الهاد عن عمر قال لا تأتوا النساء في أدبارهم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن زمعة بن صالح عن عمر بن دينار عن طاوس عن عبد الله بن الهاد الليثي قال قال عمر رضي الله عنه استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهم والموقوف أصح حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أستاههم وكذا رواه غير واحد عن شعبة ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عاصم من الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن علي والأشبه أنه علي بن طلق كما تقدم والله أعلم حديث آخر قال أبو بكر الأثرم في سننه حدثنا أبو مسلم الجرمي حدثنا أخو أنيس بن إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره عن أبيه أبي القعقاع عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محاش النساء حرام وقد رواه إسماعيل بن عليا وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي عبد الله الشقر واسمه سلمة بن تمام ثقة عن أبي القعقاع عن ابن مسعود موقوف وهو أصح طريق أخرى قال ابن عدي حدثنا أبو عبد الله المحامل حدثنا سعيد بن يحيى الثوري حدثنا محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في أعجازهم محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه فيهما مقال وقد روي من حديث أبي بن كع والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأبي ذر وغيرهم وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث والله أعلم وقال الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرة قال سأل رجل عليا عن إتيان المرأة في دبرها فقال سفلت سفل الله بك ألم تسمع قول الله عز وجل أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي الضرباء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أيحمد لهن قال وما التحميد فذكر الدبر فقال وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم قال ابن جرير حدثني عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي العمر حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال كذب العبد أو العلج على أبي عبد الله قال مالك أشهد على يزيل بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع فقيل له فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يصار أنه سأل ابن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمد لهم فقال وما التحميل فذكر له الدبر فقال ابن عمر أفن أفن وهل يفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع وروى النسائي عن الربيع ابن سليمان عن أصبغ ابن الفرج الفقيه حدث ما عبد الرحمن ابن القاسم قال قلت لمالك إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث ابن يعقوب عن سعيد ابن يسار قال قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري أفنحمض لهم قال وما التحميض قلت نأتيهن في أدبارهن فقال أف أف أو يعمل هذا مسلم فقال لي مالك فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد ابن يسار أنه سأل ابن عمر فقال لا بأس به وروى النسائي أيضا من طريق يزيد ابن رومان عن عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها وروى معمر ابن عيسى عن مالك أن ذلك حرام وقال أبو بكر ابن زياذ النيسابوري حدثني إسماعيل ابن حسين حدثني إسرائيل ابن روح سألت مالك ابن أنس ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن قال ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع لا تعد الفرج قلت يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك قال يكذبون علي يكذبون علي فهذا هو الثابت عنه وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنب وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن المسي وأبي سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدين حتى حكوه عن الإمام مالك وفي صحته نظر قال الطحاوي روى أصبغ ابن الفرج عن عبد الرحمن ابن القاسم قال ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال يعني وطأ المرأة في دبرها ثم قرأ نساؤكم حرث لكم ثم قال فأي شيء أبين من هذا هذه حكاية الطحاوي وقد روى الحاكم والدار قطني والخطيب والبغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك ولكن في الأسانيد ضعف شديد وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك والله أعلم وقال الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعية يقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريبه شيء والقياس أنه حلاب وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب عن أبي سعيد الصيرفي عن أبي العباس الأصم سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعية يقول فذكر قال أبو نصر الصباق كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب يعني ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك لأن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه والله أعلم وقوله وقدموا لأنفسكم أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات ولهذا قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها وبشر المؤمنين أي المطيعين لله فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن عطاء قال أراه عن ابن عباس وقدموا لأنفسكم قال تقول بسم الله التسمية عند الجماع وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي يا أهل قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم يقول تعالى لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها فقوله تعالى ولا يأتلئ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير كما قال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه وهكذا رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به ورواه أحمد عنه به ثم قال البخاري حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليس تغني الكفارة وقال علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم قال لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء وإكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتاد ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراسان والسدي رحمهم الله ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها وثبت فيهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سامرة يا عبد الرحمن بن سامرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك وروا مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا خليفة بن خياط حدثني عمر بن شعيد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها ورواه أبو داود من طريق أبي عبيد الله بن الأخنس عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها ثم قال أبو داود والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه وهي الصحاح وقال ابن جرير حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا علي بن مسهر عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين قطيعة رحم ومعصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه وهذا حديث ضعيف لأن حارثة هذا هو ابن أب الرجال محمد بن عبد الرحمن متروك الحديث ضعيف عند الجميع ثم روى ابن جرير عن ابن عباس وسعيد ابن المسيد ومسروق والشعبي أنهم قالوا لا يمين في معصية ولا كفارة عليها وقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله فهذا قاله لقوم حديث عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه ولهذا قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الآية وفي الآية الأخرى بما عقدتم الأيمان قال أبو داود باب لغو اليمين حدثنا حميد بن مسعد الشام حدثنا حيان يعني بن إبراهيم حدثنا إبراهيم يعني الصائغ عن عطاء أن لغو في اليمين قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن لغو في اليمين هو كلام هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله ثم قال أبو داود رواه داود بن الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن عائشة موقوفة ورواه الزهري وعبد الملك ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفة أيضا قلت وكذا رواه بن جريج وابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة موقوفة ورواه بن جرير عن هناد عن وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا والله وبلا والله ثم رواه عن محمد بن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عنها وبه عن ابن إسحاق عن الزهري عن القاسم عنها وبه عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عنها وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم من فضلك تابع بقية المادة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة للتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لبن كثير نواصل كراءة تفسير سورة البقرة من قوله تعالى ما يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم قالت عائشة هم القوم يتدارؤون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا هارون ابن إسحاق الهمدان حدثنا عبدته يعني ابن سليمان عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة في قول الله لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله وحدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب ليف حدثني ابن نهيعة عن أبو الأسود عن عروة قال كانت عائشة تقول إنما له في النزاحة والهزل وهو قول الرجل لا والله وبلا والله فذاك لا كفارة فيه إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله ثم قال ابن أبي حاتم ورؤي عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوليه والشعبي وإكرمة في أحد قوليه وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه وأبي قلابة والزهري نحو ذلك الوجه الثام قرأ على يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهد أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية يعني قوله لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم وتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه ثم قال وروي عن أبي هريرة وابن عباس في أحد قوليه وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه وإبراهيم النخعي في أحد قوليه والحسن وزرارة بن أوفا وأبي مالك وعطائن الخراسان وبكر بن عبد الله وأحد قولي أكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسد ومكحول ومقاتل وطايوس وقكادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيعة نحو ذلك وقال وقال أبو جبير حدثنا محمد بن نوس الجرش حدثنا عبد الله بن نيمون المراد حدثنا عوث الأعراب عن حسن بن حسن أبو حسن قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتظلون يعني يرمون ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه فقال رجل من القوم فقال أصبت والله وأخطأت والله فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم من نبي صلى الله عليه وسلم حنث الرجل يا رسول الله قال كلا إيمان الرنات لهم لا كفارة فيها ولا عقوبة هذا مرسل حسن عن الحسن وقال ابن أبي حاتم وروي عن عائشة القولان جميعا حدثنا عصام ابن رواب أنبأنا آدم حدثنا شيبان عن جابر عن عطاء ابن أبي رباح عن عائشة قال هو قول لا والله وبلا والله وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك أقوال أخر قال عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه وقال زيد ابن أسلم هو قول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا أخرج من الله من نالي إن لم آتيك غدا فهو هذا قال ابن أبي حاتم وحدثنا علي بن الحسين حدثنا مسدد بن خالد حدثنا خالد حدثنا عطاء عن طايوس عن ابن عباس قال نغو اليمين أن تحلف وأن تغبان باب اليمين في الغضب حدثنا محمد بن المنهال أنبأنا يزيد بن زرية حدثنا حبيب المعلم عن عمر بن شعيب عن سعيد بن المسيد أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عبت تسألني عن القسمة فقل ماري في لتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنيت عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاه سمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نظر في معصية الرب عز وجل ولا في قطيعة الرحم ولا في ما لا ترلك وقوله وَلَكُمْ وَلَكُمْ لِلَكُمْ لِعِبَابِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَكُمْ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ الفيئة أو الطلاق ولهذا قال فإن فاء أي رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع قاله ابن عباس ومصروق والشعبي وسعيد ابن جبير وغير واحد ومنهم ابن جمير رحمه الله فإن الله غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين وقوله فإن فاء فإن الله غفور رحيم فيه دوالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي أن المون إذا فاء بعد أربعة أشهر أنه لا كثارة عليه ويعتبد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمر ابن شعيد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فترقها كفارتها كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والذي عليه الجمهور وهو الجديد من نذهب الشافعي أن عليه التكثير لعموم وجود التكثير على كل حاله كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح والله أعلم وقوله وإن عزم الطلاق فيه بلالة على أن الطلاق لا يقع بنجرد مضي أربعة أشهر كقول الجمهور من المتأخرين وذهب آخرون إلى أنه يقع بنضي أربعة أشهر كطليقة وهي مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وأثنان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد ابن ثابت وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشويح القاضي وقبيصة ابن ذؤيد وعطاء وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان المترخان التيمي وإبراهيم النخعي والربيع ابن أنس والسدي ثم قيم إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية قاله سعيد ابن المسي وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومريال ابن الحكر وقيم إنها تطلق طلقة بائنة رويا عن علي وابن سعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد ابن ثابت وبه يقول عطاء وجابر ابن زيد ومسروق وإكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد ابن الحنفية وإبراهيم وقبيصة ابن ذؤيد وأبو حنيفة والثوري والحسن المصالح وكل من قال إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة إلا ما روي عن ابن عباس وأبو الشعثاء إنها إن كانت حاضة ثلاث حيض فلا عدة عليها وهو قول الشافعي والذي عليه الجنهير من المتأخرين أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذا ولا يقع عليها بمجرد نضيها طلاق وروا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر أنه قال إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيد وأخرجه البخاري وقال الشافعي رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيين عن يحي بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت بطعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كله يوقف الموني قال الشافعي وأقل ذلك ثلاثة عشر ورواه الشافعي عن علي رضي الله أنه يوقف مني ثم قال وهكذا نقول وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبدعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال الشافعي رحمه الله قال ابن جريل حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى ابن أييد عن عبيد الله ابن عمر عن سهير ابن أبي صالح عن أبيه قال سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يومي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تنضي الأربعة الأشهر فيوقف فإن فاء وإن لا طلق ورواه الدار قطني من طريق سهير قلت وهو يروى عن عمر وأثنان وعلي وأبي الدرباء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجالد وطايوس ومحمد بن كعب والقاسم وهو مذهب مالك والشافعين وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله وهو اختيار بن جرير أيضا وهو قيم ليهي وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثاور ودايوب وكل وكل هؤلاء قالوا إن لم يفق انزم بالطلاق فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة وانفرد نالك بأن قال ما يذيذ له رجعتها حتى يجامحها في العدة وهذا غريب جدا وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجير الميلي بأربعة أشهر أن أثر الذي رواه الإمام مالك ابن أنس رحمه الله في الموطة عن عبد الله بودونار قال خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل وسود جاربه وعرق من أمنا خميل ألاعبه فولله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السري جوانبه ففعل عمر ابنته حفصة رضي الله عنه كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها فقالت ستة أشهر أو أربعة أشهر فقال عمر لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك وقال محمد بن إسحاق عن السائر بن جبل مولا بن عباس وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرا إذ مرأة من نساء العرب مغلقة دابها تقول فطاول هذا الليل يزور جاربه وأرق من أن أن ضجيع ألاعبه ألاعبه طورا وطورا كأنما بدى قمرا في ظلم الليل حاجبه يصر به من كان ينهو بقربه لطيف الحشى لا يحتويه أقاربه فوالله لولا الله لا شيء غيره لمفض من هذا السرير جوانبه ولكن مني أخشى رقيبا ميوكل بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه مخافة ربي والحياء يصدني وإكرار بعلي أن تنال مراكبه ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم أو نحله وقد رؤي هذا من طرق وهي من المشهورات والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قرؤ ولا يحل لهم أن يقتل ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعول تبن أحق برب ذن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالمطلقات المدخول بهن من ذيات أقراء بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ أي بأن تنكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قرؤ ثم تتزوج إن شاءت وقد أخرج الأئمة أربعة من هذا العموم أن أمت إذا تلقت فإنها تعتب عندهم بقرأي لأنها على النصفين الحرة والقرؤ لا يتبعب فكل لها قرآن ولما رواهه جميل عن مظاهر بن أسلم المخزوني المدني عن القاس عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلاق الأمة تطريقتان وعدتها حيضتان رواه أبو داود والترمذي والبنماجة ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية وقال الحافظ الدار قطمي وغيره الصحيح أنه من قول القاس ابن محمد نفسه ورواه ابن ماجة من طريق عطية العوف عن ابن عمر مرفوعا قال الدار قطمي والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله وهكذا رولي عن عمر ابن الخطاب قالوا ولم يعرف بين الصحابة خلاف وقال بعض السلف بل عدتها كعدة الحرة لعمل آية ولأن هذا أمر جدني فكان الحرائر يمئناء في هذا سواء حكى هذا القيل الشيخ أبو عمر بن عبد الضرب عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه وقد قال ابن أبي حاتب حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عمر بن مهاجر عن أبي أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت تلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من متلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق يعني والمتلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد من أقراء ما هو على قيمين أحد وما أن المراد بها الأطهار وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاد عن عروة عن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بقر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق أروا وقد جاد لها في ذلك ناس فقالوا إن الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة قر فقالت عائشة صدقتم وتدرون من أقرأ إنما الأقراء الأطهار وقال مالك عنه سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول ما أبركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك يريد قول عائشة وقال مالك عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة فدخلت في الدل من الحيبة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها وقال مالك وهو الأمر عندنا ورئ نصبه عن ابن عباس وزير ابن ثابت وسالم والقاصر واروت وسليمان ابن وسار وأبي بكر ابن عبد الرحمن وأبان ابن عثمان وعطاء ابن أبي رباح وقتادة والزهرين وبقية الفقهاء السبعة وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد ودايود وأبي ثور وهو رواية عن أحمد واستذلوا عليه بقوله تعالى فطلقوه لعدتهم أي في الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه مختصبا بل على أنهم أحد أقراء الثلاثة المأمور بها ولهذا قال هؤلاء إن المعتدة تنقضي عدتها وتبير من زوجها بالطعم في الحيبة الثالثة وأقل مدة تصدق فيها المرأة في القضاء عدتها إثنان وثلاثين يوما ولحظتان واستشهد أبو عبيد وغيه على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزين عزائك موظفة نالا وفي الأصل رفعة لما ضاع فيها من قرؤ يسائك يمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام حتى ضاعت أيام أبر من نسائه لم يواقع هن فيها والقول الثالث أن المراد من أقراء الحيط فلا تنقض العدة حتى تطهر من الحيبة الثالثة زاد آخرون وتغتسر منها وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انتباء عدتها ثلاثة وثلاثون يوما ولحظة قال الثيري عن منصور عن إبراهيم عن علقنة قال كنا عند أمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت ذابي فقال أمر العبد الله بن سعود أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة قال وأنا عرى ذلك وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وأمر وأثنان وعلي وأبي الدرباء وعبادة وعبادة بن الصامد وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي نوسى الأشعر وابن عباس وسعيد بن المسيه وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والشدو ومكحوم والضحاك وعطاء الخراسان أنهم قالوا الأقراء الحيد وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل وحكى عنه الأثر أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقولون أن أقراء الحيد وهي مذهب الثوري والأوزاعي بن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح بن حيد وأبي عبيد وإسحاق بن راه ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبي دايد ونسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عرية بن زبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاة أيام أقرائك فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرأة هو الحيد ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول ليس بمشهور وذكره بن حبان بالثقات وقال ابو جرير أصل القرأ في كلام العرب الوقت لنجيء الشيء المعتاد نجيءه في وقت معلوم ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا وقد ذهب إليه بعض الأسوليين والله أعلم وهذا قول الأصمعي أن القرأة هو الوقت وقال أبو عمر بن العلاء العرب تسمي الحيض قرأ وتسمي التهر قرأ وتسمي التهر والحيض جميعا قرأ وقال الشيخ أبو عمر بن عبد در لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرأ يراد به الحي ويراد به الته وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين وقاله ولا يحملهم أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهم أي من حبل أو حي قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم ابن عويل والربيع ابن أنس والضحاك وغير واحد وقاله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر تهديد لهم على خلاف الحق وضل هذا على أن المرجع في هذا إليهم لأنه أمر لا يُعلم إلا من جهتهم ويتعذر إقامة البيونة غالبا على ذلك فرد الأمر إليهم وتوعدن فيه لأن لا يخبرن بغير الحق إن استعجالا منها لانتباء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان وقاله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إسلاحا أي وزلتها الذي طلقها أحق بردها ومدامت في عدتها إذا كان مراده بردها الإسلاح والخير وهذا في الرجعيات فأما المطلقات البوائم فلم يكن حال نزول هذه آية مطلقات بائم وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلاق الثلاث فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مئة مرة فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث تطريقات صار للناس مطلقة بائم وغير بائم وإذا تأملت هذا تبين لك بعض ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أن لا بهذه الآية الكريمة فإن التمثيل بها غير مطلق لما ذكروا والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة وقيله ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف أي ولهم على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهم كاليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة وضاع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهم أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهون فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رسقهن وكسوتهن بالمعروف وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحد قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وقال وكيع عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بن عروف رواه بن جرير وابن أبي حات وقول وللرجال عليهم درجة أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة كما قال تعالى الرجال قيانون على المساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقول والله عزيز حكيم أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره حكيم في أمره وشرعه وقدره الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحب لكم أن تأخذوا مما آتيتميهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقينا حدود الله فإن خفتم أن لا يقينا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمين فإن طلقها فلا تحي لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقينا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقيم يعلمون هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليهم أمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مئة مرة ما دامت في العدة فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصره الله إلى ثلاث طلقات وأباح الرجعة في المرة والثنتين وأبانها بالكلية في الثالثة فقال الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان قال أبو داود رحمه الله في سننه باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن واقب عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكيمة عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قرؤ ولا يحل لهم أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهم الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الآية ورواه المسائي عن زكري بن يحيا عن إسحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسين به وقال بن أبي حاتم حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة يعني بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا قال لامرأته لا أطلقك أبدا ولا أعويك أبدا قالت وكيف ذلك قال أطلق حتى إذا بنى أجيك راجعتك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان وهكذا رواه بوجدير في تفسيره من طريق جميل بن عبد الحميد وابن إدريس ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون كلهم عن هشام عن أبيه قال كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدة وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال والله لا آويك ولا أفارقك قالت وكيف ذلك قال أطلقك فإذا دمى أجرك راجعتك ثم أطلقك فإذا دمى أجرك راجعتك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان قال فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق وقد رواه أبو بكر ابن مربوي من طريق محمد ابن سليمان عن يعلى ابن شديد مولى الزبير عن هشام عن أبيه عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى ابن شديد به ثم رواه عن أبي كريب عن ابن إدريس عن هشام عن أبي بمرسل وقال هذا أصح ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب ابن حميد ابن كاسب عن يعلى ابن شديد به وقال صحيح الإسلام ثم قال ابن مربوي حدثنا محمد ابن أحمد ابن إبراهيم حدثنا إسماعيل ابن عبد الله حدثنا محمد ابن حميد حدثنا سلمة ابن الفضي عن محمد ابن إسحاق عن هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة قالت لم يكن للطلاق يقتل يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض عدة وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال والله لأتركنك لا أي ظن ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقض يراجعها ففعل ذلك مرارا فأنزل الله عز وجل فيه الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره وهكذا روية عن قتابة مرسلة ذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك واختار أن هذا تفسير هذه الآية وقول فإن ساكم بنعروف أو تسريح بإحسان أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناوية من الإصلاح بها والإحسان إليها وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها لا تطلقها من حقها شيئا ولا تدار بها وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال إذا طلق الرزل امرأته تطليق فليتق الله في ذلك أي في الثالثة فإما أن يمسكها بن عروف فيحسن صحابتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد أعلى قراءة أخبرنا ابن وهد أخبرني سفيان الثوري حدثني إسماعيل بن سنيع قال سمعت أبا أبا رزيل يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أين الثالثة قال التسريح بإحسان ورواه عبد بن حمي في تفسيره ونفذ أخبرنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن إسماعيل بن سنيع أن أبا رزيل من الأسدي يقول قال رجل يا رسول الله أرأيت قول الله الطلاق مرتان فأين الثالثة قال التسريح بإحسان الثالثة ورواه الإمام أحمد أيضا وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن زكريا وأبي معاوية عن إسماعيل بن سنيع عن أبي رزيل به وكذا رواه بن مردوي أيضا من طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سنيع عن أبي رزيل به مرسلة ورواه بن مردوي أيضا من طريق عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سنيع عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ثم قال الثالثة قال إنساكم بن عروف أو تسريح بإحسان وقوله ولا يحم لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أي لا يحم لكم أن تداجروا هم وتضيقوا عليهم ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه كما قال تعالى ولا تعذنوهن لتذهبوا بدعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فأما إن وهدته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقد قال تعالى فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكليوه هنيئا مريئا وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغذته ولم تقبر على معاشرته فلها أن تستدي منه بما أعطاها ولا حرج عليها في بذلها له ولا حرج عليه في قبول ذلك منها وبهذا قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا زناح عليهما فيما افتدت به الآية فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت لفتداء منه فقد قال ابن جريل حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب وحدثنا يعقوب ابن عبراهيم حدثنا ابن مليا قال جميعا وحدثنا أيهي عن أبي قلابة عن من حدث عن ثوبانا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهكذا رواه الترميدي عن بندار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقافي به وقال حسن قال ويريى عن أيوبا عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن أيوبا بهذا الإسناد ولم يرفع وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن أيوبا عن أبي قلابة قال وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من رأت سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير من حديث حمال بن زيد به طريق أخرى قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي إدريس عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيوم امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة وقال المختلعات هم المنافقات ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعا عن أبي كعي عن مزاح ابن داود ابن عري عن أبي عن ليث هو ابن أبي سليم عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المختلعات هم المنافقات ثم قال الترمذي غريب من هذا الوج وليس إسناده بالقوي حديث آخر قال ابن جرير حدثنا أيوب حدثنا حفص بن رش حدثنا قيس بن الربيع عن أشعف ابن سوار عن الحسن عن ثابت ابن يزيد عن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المختلعات المنتزعات هم المنافقات غريب من هذا الوجه ضعيف حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيد حدثنا أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات والمنتزعات هم المنافقات حديث آخر قال قال ابن ناجة حدثنا بكر ابن خلف أبو بش حدثنا أبو عاصم عن جعفر ابن يحيى ابن ثوبان عن عمه عمارة ابن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من نسيرة أربعين عاما ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية واحتجوا بقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم من شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حبود الله قالوا فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها إلا بدمين والأصل عدم وممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن والجنهور حتى قال نامك والأوزاعي لو أخذ منها شيئا وهو مدار لها وجبر الده إليها وكان الطلاق رجعيا قال نامك وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يذيذ الخلع في حال الشقاء وعند الاتفاق بطريق أولى والأحرى وهذا قول جميع أصحابه قاطبة وحكى الشيخ أبو عمر ابن عبد الضر في كتاب استفكار له عن بكر ابن عبد الله المزني أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله وآتيتم إحدى منك بارا فلا تأخذوا منه شيئا ورواه ابن جرير عنه وهذا قول ضعيف ومأخذ مربود على قائله وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ونذكر طرق حبيثها واختلاف ألفاظه قال الإمام مالك في موطأه عن يحي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بن تسه من أنصار أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بن تسه عند ذابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه قالت أنا حبيبة بن تسه فقال ما شأنك فقالت لا أنا ولا ثابت بن قيس بزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بن تسه قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بنهدي عن نالك بإسناده مثله ورواه أبو داود عن القعنبي عن نالك والنسائي عن محمد بن نسلمة عن ابن القاسم عن نالك حديث آخر عن عائشة قال أبو داود وابن جرير حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو عامر حدثنا أبو عمر السدوس عن عبد الله بن أبي بقر عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بن تسه كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فانكسر بعدها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه فذعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعد مالها وفارقها قال ويصلح ذلك يا رسول الله قال نعم قال إني أصدقتها حبيقتين فهما بيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هما وفارقها ففعل وهذا نفذ بن جريغ وأبو عمر السدوسي هو سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام حديث آخر فيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال البخاري حدثنا أزهر بن جمير أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن عكرنا عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعيد عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفرة الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وتلقها تطويقه وكذا رواه النسائي عن أزهر ابن جمير بإسناده مثله ورواه البخاري أيضا به عن إسحاق الواسط عن خالد هو ابن عبد الله الطحال عن خالد هو ابن نهران الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به نحو وهكذا رواه البخاري أيضا من طرق عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وفي بعضها أنها قالت لا أتيقه يعني بغضا وهذا الحديث من إفراد البخاري من هذا الوجه ثم قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمال بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة رضي الله عنها كذا قال والمشهور أن نسمها حبيبه كما تقدم لكن قال الإمام أبو عبد الله بن بطة حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغو حدثنا عبد الله بن عمر القوارين حدثني عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتابة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بن تسليم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما أعتب على ثابت ابن قيس في دين ولا خلق ولكن من أكره الكفر في الإسلام لا أتيقه بغدا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته قالت نعم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ولا يزداد وقد رواه ابن مردويه في تفسيره عن موسى بن هارون حدثنا أزهر ابن مريان حدثنا عبد الأعلى مثله وهكذا رواه ابن ماجة عن أزهر ابن مريان بإسناده يكذب سواء وهو إسناد جيد مستقيم وقال ابن جرير حدثنا ابن حمير حدثنا يحيى ابن واضح حدثنا الحسين ابن واقب عن ثابت عن عبد الله ابن رباح عن جميلة بنت عبد الله ابن أبي ابن سليم أنها كانت تحت ثابت ابن قيس فنشزت عليه فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جميلة ما كرهت من ثابت قالت والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا إلا أني كرهت دمامته فقال لها أتردين عليه الحديقة قالت معا فردت الحديقة وفرق بينهما وقال ابن جميل أيضا حدثنا محمد ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر ابن سليمان قال قرأت على فضيل عن أبو جميل أنه سأل عكرمة هل كان من خلع أصد قال كان ابن عباس يقول إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله ابن أبي أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة فإذا هو أشده سوادا وأقصره القام وأقبحه الوجه فقال زوجها يا رسول الله إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي فإن ردت علي حديقتي قال ما تقولين قالت نعم وإن شاء زدته قال ففرق بينهما حديث آخر قال ابن ماجة حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمر بن شعيد عن أبيه عن جده قال كانت حبيبة بنت سهب تحت ثابت بن قيس بن شناس وكان رجلا ذنين فقالت يا رسول الله والله ليلا مخافة الله إذا دخل علي بصقت في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فردت عليه حديقته قال تفرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف الأئمة رحمه لله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها فذهب الجنور إلى جواز ذلك لعنون قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقال ابن جريل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن كثير مول ابن سمرة أن عمر أتى بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثم دعا بها فقال كيف وجدت فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حدثنا حدثنا فقال لزوجها اخلعها ولو قرطها ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مول ابن سمرة فبكر مثله وزاد فحبسها فيه ثلاثة أيام قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر ابن الخطاب فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل فلما أصبحت قال لها كيف وجدت مكانك قالت ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة فقال خذ ولي عقاصها وقال البخاري وأجاز أثنان خذ عدون عقاص رأسها وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيم أن الربيعة بنت معنى ابن عفراء حدثت قالت كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرم إذا غاب عني قالت فكانت مني زلة يوما فقلت له أخترع منك بكل شيء أن لك قال نعم قالت ففعلت قالت فخاصم عني معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دون أي قالت ما دون عقاص الرأس ومعنى هذا أنه يزيد أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة النذعي والحسن ابن صالح وعثمان الليث وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور واختاره بن جمير وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من كبنها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يجوز الزيادة عليه فإن ازداد جاز في القضاء وإن كان الإضرار من جهته لم يجوز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاء وقال الإمام أحمد وأبي عبي وإسحاق بن راهوي لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها وهذا قيل سعير بن مسيب وعطائم وعمر بن شعيب والزهري وطايوس والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس وقال معمر والحكم كان علي يقول لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها من فضلك تابع بقية المادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر